أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نستأنف بفضل الله تعالى القراءة في كتاب الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية لسيد الشيخ الأكبر محيد دين ابن العربي الحاتمي الطائي الأندلسي ثم الدمشق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونحن الآن في قراءة الباب التاسع في معرفة وجود الأرواح المارجية والنارية فنبدأ وبالله التوفيق فهنا انتهى الباب الثامن في معرفة أرض الحقيقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى من بقية خميرة طينة آدم عليه السلام وبانتهاء الباب الثامن انتهى كذلك الجزء الحادي عشر وهو الجزء الرابع من السفر الثاني بحسب مخطوطة قونية ويبدأ بعده هنا الباب التاسع مع بداية الجزء الثاني عشر فهذا هو الباب التاسع في معرفة وجود الأرواح المارجية والنارية ويبدأ الشيخ محي الدين كعادته شعرا فيقول مرج النار بالنبات فقامت صورة الجن برزخا بين شيئين بين روح مجسم ذي مكان في حضيض وبين روح بلا أين فالذي قابل التجسم منها طلب القوت للتغذي بلا مين والذي قابل الملائكة منها قبل القلب بالتشكل في العين ولهذا يطيع وقتا ويعصي ويجازى مخالفوهم بنارين مرج النار بالنبات فقامت صورة الجن برزخا بين شيئين بين روح مجسم ذي مكان في حضيض وبين روح بلا أين يعني بلا مكان فالذي قابل التجسم منها طلب القوت للتغذي بلا مين يعني بلا كذب أو بلا ضلال أو بلا شك والذي قابل الملائكة منها قبل القلب يعني التقلب بالتشكل في العين في الرؤية في النظر يتقلب في الشكل فيظهر بأشكال مختلفة ولهذا يطيع وقتا لما فيه من الملائكة ويعصي لما فيه من التجسم ويجازى مخالفوهم بنارين قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وخلق الجن من مارج من نار وورد في الحديث الصحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من نور وخلق الجن من نار مارج وخلق الإنسان مما قيل لكم فأما قوله عليه الصلاة والسلام في خلق الإنسان مما قيل لكم ولم يقل مثل ما قال في خلق الملائكة والجان فذلك طلبا للاختصار فإنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام وهذا منها فإن الملائكة لم يختلف في أصل خلقها ولا الجان أنها خلقت من نور والجان من نار وأما الإنسان فقد اختلف خلقه على أربعة أنواع من الخلق فخلق آدم لا يشبه خلق حوى وخلق حوى لا يشبه خلق سائر بني آدم وخلق عيسى عليه السلام لا يشبه خلق من ذكرنا كما بين أشيخ محي الدين ذلك في الباب السابع وقصد رسولنا صلى الله عليه وسلم الإختصار وأحال على ما وصل إلينا من تفصيل خلق الإنسان فآدم من طين وحوى من ضلع وعيسى من نفخ روح وبن آدم من ماء مهين ولما أنشأ الله الأركان الأربعة وعلى الدخان إلى مقعر فلك الكواكب الثابتة وفتق الله سبحانه وتعالى في ذلك الدخان سبع سماوات ميز بعضها من بعض وأوحى في كل سماء أمرها بعدما قدر في الأرض أقواتها وذلك كامل في أربعة أيام ثم قال للسماوات والأرض اتيا طوعا أو كرها أي أجيبا إذا دعيتما لما يراد منكما مما أمنتما عليه أن تبرزاه فقالتا أتينا طائعين فجعل الله سبحانه وتعالى بين السماء والأرض التحاما معنويا وتوجيها لما يريده سبحانه وتعالى وتوجيها لما يريد سبحانه أن يوجده في هذه الأرض من المولدات من معدن ونبات وحيوان وجعل الأرض كالأهل وجعل السماء كالبعل والسماء تلقي إلى الأرض من الأمر الذي أوحى الله فيها كما يلقي الرجل الماء بالجماع في المرأة وتبرز الأرض عند الإلقاء ما خبأه الحق فيها من التكوينات على طبقاتها فكان من ذلك أن الهواء لما اشتعل وحمي اتقد مثل السراج وهو اشتعال النار في ذلك اللهب الذي هو احتراق الهواء وهو المارج وإنما سمي مارجا لأنه نار مختلط بهواء وهو الهواء المشتعل فإن المرجا لاختلاط ومنه سمي المرج مرجا يعني الحشائش التي تخرج في السهول فعندما يحركها الهواء تمرج مرجا لاختلاط النبات فيه فهو من عنصرين هواء ونار أعني الجان الجان من عنصرين من هواء ونار كما كان آدم عليه السلام من عنصرين من ماء وتراب عجنا به عجنا التراب بالماء فحدث له اسم الطين كما حدث الامتزاج كما حدث الامتزاج النار بالهواء اسم المارج ولا بد من الإشارة هنا كما أشرنا في مقاطع سابقة أن هذه العناصر على الحقيقة التي هي الهواء والماء والتراب وكذلك النار فهي على الحقيقة ليست هي العناصر التي نعرفها والتي هي مركبات من معاد مختلفة وعناصر كيميائية وإنما هي تكوينات ما وراء فيزيائية تنشأ عن حركة الزمان في البعد الداخلي والبعد الخارجي فحركة الزمان عندما تكون صفرية هي الأرض وفي اتجاه واحد هي الماء وكذلك الهواء لكن الماء معامد للهواء وعندما تكون الحركة في اتجاهين معا يتشكل النار والذي هو الطاقة فلمعرفة هذه الأمور لا بد من العودة إلى نظرية الجوهر الفرد وازدواجية الزمان التي شرحناها في مقاطع سابقة مختلفة وكثيرة والله الموفق لا رب غيره ففتح الله سبحانه وتعالى في ذلك المارجي صورة الجان فبما فيه من الهواء يتشكل في أي صورة شاء وبما فيه من النار سخفة يعني خفة وعظم لطفه وكان فيه طلب القهر والاستكبار والعزة فإن النار أرفع الأركان مكانا وله سلطان على إحالة الأشياء التي تقتضيها الطبيعة وهو السبب الموجب لكونه استكبر عن السجود لآدم عندما أمره الله عز وجل بتأويل أداه أن يقول أنا خير منه يعني بحكم الأصل الذي فضل الله به بين الأركان الأربعة وما علم يعني إبليس ما علم أن سلطان الماء الذي خلق منه آدم أقوى منه فإنه يذهبه وأن التراب أثبت منه للبرد واليبس يعني الماء يذهب النار يطفيها والتراب فيه الثبات فلآدم القوة والثبوت لغلبة الركنين الذين أوجده الله منهما وإن كان فيه بقية الأركان أيضا ولكن ليس لها ذلك السلطان وهو الهواء والنار كما كان أيضا فلجان من بقية الأركان ولذا سمي مارجا ولكن ليس لها في نشأته ذلك السلطان الكبير أو المشهود وأعطي آدم التواضع للطينية بالطبع فإن تكبر فلأمر يعرض له يقبله بما فيه من النارية كما يقبل اختلاف الصور في خياله أو في أحواله وذلك من الهوائية وأعطي الجان التكبر بالطبع للنارية فإن تواضع فلأمر يعرض له يقبله كما أو بما فيه من الترابية كما يقبل الثبات على الإغواء إن كان شيطانا والثبات على الطاعات إن لم يكن شيطانا وقد أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما تلا سورة الرحمن على أصحابه فقال إني تلوتها على الجن فكانوا أحسن استماعا لها منكم فكانوا يقولون ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب إذا قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان فكانوا ثابتين عليه ما تزلزلوا عندما كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام في تلاوته فبأي آلاء ربكما تكذبان فكانوا يقولون ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب وذلك لما فيهم من الترابية وهي الثبات وبما فيهم من المائية ذهبت بحمية النار فمنهم الطائع ومنهم العاصي مثلنا ولهم التشكل في الصور كالملائكة وأخذ الله أبصارنا عنهم فلا نراهم إلا إذا شاء الله أن يكشف لبعض عباده عنهم فيراهم ولما كانوا من عالم السخافة واللطف قبلوا التشكل فيما يريدون من الصور الحسية فالصور الأصلية التي ينسب إليها الروحاني إنما هي أول صورة قبل عندما أوجده الله تعالى ثم تختلف عليه الصور بحسب ما يريد أن يدخل فيها ولو كشف الله عن أبصارنا حتى نرى ما تصوره القوة المصورة التي وكلها الله بالتصوير في خيال المتخيل منا لرأيت مع الآنات الإنسان في صور مختلفة لا يشبه بعضها بعضا فذلك لسرعة التقلب وهو كما ذكرنا من حركة الزمان في البعد الداخلي ثم ظهوره في البعد الخارجي والله تعالى أعلى وأعلم ولما نفخ الله سبحانه وتعالى الروح في اللهب وهو كثير الإضطراب لسخافته زاده النفخ اضطرابا وغلب الهواء عليه وعدم قراره على حالة واحدة فظهر عالم الجان على تلك الصورة يعني المضطربة والمتغيرة وكما وقع التناسل في البشر بإلقاء الماء في الرحم فكانت الزرية والتوالد في هذا الصنف البشري الآدمي كذلك وقع التناسل في الجان بإلقاء الهواء في رحم الأنثى منهم فكانت الزرية والتوالد في صنف الجان وكان وجودهم بالقوتين وهو ناري هكذا ذكر الوارد حفظه الله فكان بين خلق الجان وخلق آدم ستون ألف سنة كما بيّن الشيخ محي الدين في الباب السادس وكذلك في الباب السابع وذكر أن بين خلق الملائكة وخلق الجان أحد عشر ألف سنة وبين خلق الجان وخلق البشر ستون ألف سنة وهكذا هذه المخلوقات فذكرنا أن هذه كلها هي دورة الزمان الأولى بالاسم الباطن وهي ثمانية وسبعون ألف سنة وذكرنا أيضا أن هذه المدة وإن كانت تبدو قصيرة لكنها حقيقة أدق مما يقوله علماء الجيولوجيا الذين يذكرون أعمار بعض المستحاثات مثلا وأعمار الجبال في الأرض وطبقات الأرض يذكرونها بمئات الملايين من السنين وربما بمليارات السنين وقلنا أن السبب في ذلك هو أن الزمان دائري وليس فقط دوري فكون الزمان دائري يعني أن المدد البعيدة نراها متقاربة وبالتالي هي بعيدة في ذاتها لكنها متقاربة في رأي العين أو فيما نراه من صورها فتختلف الأزمان كمن يقف على سطح الأرض وينظر إلى الأفق البعيد فيرى الجبال صغيرة وهي في الحقيقة أكبر مما هي في رأي العين والله تعالى الموفق والله أعلى وأعلم فكان بين خلق الجان وخلق آدم ستون ألف سنة وكان ينبغي على ما يزعم بعض الناس أن ينقطع التوالد من الجان بعد انقضاء أربعة آلاف سنة وذلك لأنهم في بعدين كما نحن في ثلاثة أبعاد وينقضي التوالد من البشر بعد انقضاء سبعة آلاف سنة ولم يقع الأمر كما على ذلك لم يقع على هذا بل الأمر راجع إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى فليس ذلك الادعاء بصحيح فالتوالد في الجن إلى اليوم باق وكذلك فينا فتحقق بهذا كم لآدم من السنين وكم بقي إلى انقضاء الدنيا وفناء البشر عن ظهرها وانقلابهم إلى الدار الآخرة وليس هذا بمذهب الراسخين من علماء الحكماء الراسخين في العلم يعني أن يحدد المدد وإنما قال به شرزمة لا يعتد بها أو لا يعتد بقولها والملائكة أرواح منفوخة في أنوار والجان أرواح منفوخة في رياح والأناسي أرواح منفوخة في أشباح ويقال أنه لم ينفصل عن الموجود الأول من الجان أنثى كما فصلت حوى من آدم قال بعضهم أن الله خلق للموجود الأول من الجان خلق له فرجا في نفسه فنكح بعضه ببعض فولد مثل ذرية آدم ذكرانا وإناثا ثم نكح بعضهم بعضا فكان خلقه خنثا ولذلك فالجان من عالم البرزخ فهم خلق لهم شبهم بالبشر ولهم شبهم بالملائكة كالخنثى يشبه الذكر ويشبه الأنثى وقد روينا فيما روينا من الأخبار عن بعض أئمة الدين أنه رأى رجلا ومعه ولدان كان خنثا الواحد من ظهره والآخر من بطنه فنكح فولد له ونكح فولد ويسمى خنثا من الإنخناث وهو الاسترخاء والرخاوة وعدم القوة والشدة فلم تقوى فيه قوة الذكورية فيكون ذكرا ولم تقوى فيه قوة الأنثى فيكون أنثى فاسترخى عن هاتين القوتين فسمي خنثا والله تعالى أعلم ولما غلب على الجان عنصر الهواء والنار لذلك كان غذاؤهم ما يحمله الهواء مما في العظام وغيرها من الدسم يعني من الرائحة فإن الله جاعل لهم فيها رزقا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في العظام إنها طعام إخوانكم من الجن وفي حديث أن الله جاعل لهم فيها رزقا وأخبرني بعض المكاشفين أنه رأى الجن يأتون إلى العظم فيشمونه كما تشموا السباع ثم يرجعون وقد أخذوا رزقهم وغذاءهم في ذلك الشم فسبحان الله اللطيف الخبير وأما اجتماع بعضهم ببعض عند النكاح فالتواء مثل ما تبصر الدخان الخارج من الأتون أو من فرن الفخار يدخل بعض في بعض فيلتز كل واحد من الشخصين بذلك التداخل ويكون ما يلقونه كلقاح النخلة بمجرد الرائحة كغذائهم سواء وهم قبائل وعشائر وقد ذكروا أنهم محصورون في اثنتين عشر قبيل أصولا ثم يتفرعون إلى أفخاذ ويقع بينهم حروب عظيمة وبعض الزوابع قد تكون عن حربهم فإن الزوبعة هي تقابل ريحين وتمنع كل واحدة صاحبتها أن تخترقها فيؤدي ذلك المنع إلى الدور المشهود في الغبرة في الحس التي أثارها تقابل الريحين المتضادين فمثل ذلك يكون حربهم وما كل زوبعة هي عن حربهم وحديث عمرو عن الجن رحمه الله مشهور مروي وقتله في الزوبعة التي أبصرت فانقشعت عنه وهو على الموت فما لبس أن مات وكان عبدا صالحا من الجان ولو كان هذا الكتاب مبناه على إراد أخبار وحكايات لذكرنا منها طرفا وإنما هذا الكتاب لعلم المعاني فلتنظر حكاياتهم في تواريخ الأدب وأشعارهم كما ذكر الشيخ بعضا من ذلك في كتاب محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار ثم نرجع ونقول أن هذا العالم الروحاني إذا تشكل وظهر في صورة حسية يقيده البصر بحيث لا يقدر أن يخرج عن تلك الصورة ما دام البصر ينظر إليه وذلك بالخاصية من الإنسان فإذا قيده ولم يبرح ناظرا إليه وليس له موضع يتوارى فيه ظهر له هذا الروحاني في صورة جعلها عليه كالستر ثم يخيل له مشي تلك الصورة إلى جهة مخصوصة فيتبعها بصره فإذا تبعها خرج الروحاني عن تقييده فغاب عنه وبمغيبه تزول تلك الصورة عن نظر الناظر الذي أتبعها نظره فإنها للروحاني كالنور مع السراج المستنير في الزاوية بنوره فإذا غاب جسم ذلك السراج فقد فقد ذلك النور فهكذا هذه الصورة فمن يعرف هذا ويحب تقييده لا يتبع الصورة ببصره وهذا من الأسرار الإلهية التي لا تعرف إلا بتعريف الله تعالى وليست الصورة غير عين الروحاني بل هي عينه ولو كانت في ألف مكان أو في كل مكان ولو كانت مختلفة الأشكال فإذا اتفق قتل صورة من تلك الصور وماتت في ظاهر الأمر انتقل ذلك الروحاني من الحياة الدنيا إلى البرزخ كما ننتقل نحن بالموت ولا يبقى له في عالم الدنيا حديث مثلنا سواء وتسمى تلك الصورة المحسوسة التي تظهر فيها الروحانيات تسمى أجسادا وهو قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وألقينا على كرسيه جسدا وقوله وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام والفرق بين الجان والملائكة وإن اشتركوا في الروحانية أن الجان غذاؤهم ما تحمله الأجسام الطبيعية من المطاعم يعني من الروائح والملائكة ليست كذلك ولهذا ذكر الله تعالى في قصة ضيف إبراهيم الخليل عليه السلام فقال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم يعني أنها لا تصل إلى العجل الحنيذ أي لا يأكلون منه فنكرهم وخاف وحين جاء وقت إنشاء عالم الجان توجه من الأمناء الذين في الفلك الأول من الملائكة ثلاثة ثم أخذوا من نوابهم من السماء الثانية ما يحتاجون إليه منهم في هذا النشأ ثم نزلوا إلى السماوات وأخذوا من النواب اثنين من السماء الثانية والسادسة من هناك ونزلوا إلى الأركان وهيئوا المحل وأتبعهم ثلاثة أخرى من الأمناء وأخذوا من الثانية ما يحتاجون إليه من نوابهم ثم نزلوا إلى السماء الثالثة والرابعة والخامسة فنزلوا من هناك فأخذوا ملكين ومروا بالسماء السادسة وأخذوا نائبا آخر من الملائكة ونزلوا إلى الأركان ليكملوا التسوية فنزلت الستة الباقية وأخذت ما بقي من النواب في السماء الثانية وفي السماوات واجتمع الكل على تسوية هذه النشأة بإذن الحكيم العليم ولا يمكن فهم هذه الرموز إلا إذا فهمنا أن السماوات السبع هي أبعاد الزمان والمكان ستة للزمان الداخلي وواحد للزمن الخارجي وهذا بالنسبة لنا أما في عالم الجان فهي أربعة وفي الملائكة هناك بعدين فقط وذلك لقول الله سبحانه وتعالى عن الملائكة له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وعن الجن قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي الأعلى والأسفل أي ليس لهم ليس للجن حس للأعلى والأسفل فهم مخلوقات من بعدين أو من أربعة جهات فهي مسطحة مثل الطاقة أو مثل الحرارة كأنها أمواج ونحن كما نعلم من ثلاثة أبعاد والله تعالى أعلى وأعلم فلا يمكن أن نفهم هذه الرموز إلا إذا فهمنا الأبعاد الداخلية والخارجية للزمان ولما تمت نشأته واستقامت بنيته توجه الروح من عالم الأمر فنفخ في تلك الصورة روحا سرت فيه بوجودها الحياة فقام ناطقا بالحمد والثناء لمن أوجده وجبل جبلته فلما نفخ فيه الروح قام وأثنى على موجده لهذه النشأ والجبلة التي خلقه الله عليها ولكن كان في نفسه عزة وعظمة لا يعرف سببها ولا على من يعتز بها إذ لم يكن ثم مخلوق آخر من عالم الطبائع سواه فبقي عابدا لربه مصرا على عزته متواضعا لربوبية موجده لما يعرض له مما هو عليه في نشأته إلى أن خلق الله آدم فلما رأى الجان صورته لما رأى صورة آدم عليه السلام غلب على واحد منهم اسمه الحارث غلب عليه بغض تلك النشأة وتجهم وجهه لرؤية تلك الصورة الآدمية وظهر ذلك منه لجنسه يعني لإخوانه من الجن فعتبوه لذلك لما رأوه عليه من الغم والحزن لها فلما كان من أمر آدم عليه السلام ما كان أظهر الحارث ما كان يجد في نفسه منه وأبى عن امتثال أمر خالقه بالسجود لآدم عليه السلام واستكبر على آدم بنشأته وافتخر بأصله وغاب عنه سر قوله سر قوة الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي ومنه كانت حياة الجان وهم لا يشعرون وتأمل إن كنت من أهل الفهم قوله تعالى وكان عرشه على الماء فحي العرش وما حوى عليه من المخلوقات حي بالماء وإن من شيء إلا يسبح بحمده فجاء بالنكر فجاء بالنكر فلا يسبح إلا حي فكل شيء حي بالماء وورد في الحديث الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الملائكة قالت يا ربي وذلك في حديث طويل هل خلقت شيئا أشد من النار؟ قال نعم الماء فجعل الماء أقوى من النار فلو كان عنصر الهواء في نشأة الجان غير مشتعل بالنار لكان الجان أقوى من بني آدم فإن الهواء أقوى من الماء فإن الملائكة قالت في هذا الحديث بعدما قالت هل خلقت شيئا أشد من النار؟ فقال الماء ثم قالت يا ربي هل خلقت شيئا أشد من الماء؟ قال نعم الهواء فقالت يا ربي فهل خلقت شيئا أشد من الهواء؟ قال نعم ابن آدم يعني هو أشد حتى من الهواء وذلك في حديث طويل وذكر كيف يغلب ابن آدم هواه فجعل النشأة الإنسانية أقوى من الهواء وجعل الماء أقوى من النار وهو العنصر الأعظم في الإنسان يعني الماء هو العنصر الأعظم في الإنسان كما أن النار العنصر الأعظم في الجان ولهذا قال في الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فلم ينسب إليه من القوة شيئا ولم يرد على العزيز في قوله إن كيد كن عظيم ولا أكذبه يعني لم يغلطه في قوله إن كيد كن عظيم ولا أكذبه مع ضعف عقل المرأة عن عقل الرجل فإن النساء ناقصات عقل ودين كما ورد في الحديث وسبب ذلك أن النشأة الإنسانية تعطي التأودة والأمور والأنات والفكرة والتدبير لغلبة العنصرين الماء والتراب على مزاجه فيكون وافر العقل لأن التراب يثبطه ويمسكه والماء يلينه ويسهله وأما الجان فليس كذلك فإنه ليس لعقله ما يمسكه عليه ذلك الإمساك الذي للإنسان ولهذا يقال فلان خفيف العقل وسخيف العقل إذا كان ضعيف الرأي إذا كان ضعيف الرأيه الباجة وهذا هو نعت الجان وبه ظل عن طريق الهدى بخفة عقله وعدم تثبته في نظره فلذلك قال أنا خير منه فجمع بين الجهل وسوء الأدب لخالقه فمن عصى من الجان كان شيطانا أي مبعدا عن رحمة الله وكان أول من تسمى شيطانا من الجن الحارث فأبلسه الله أي طرده من رحمته وطرد الرحمة عنه ومنه تفرعت الشياطين بأجمعها فمن آمن منهم يعني من أولاده الذي هو إبليس وهو الحارث من آمن منهم مثل ألهام بن ألهام بن لاقيس بن إبليس من آمن منهم التحق بالمؤمنين من الجن ومن بقي على كفره كان شيطانا وهي مسألة خلاف بين علماء الشريعة فقال بعضهم أن الشيطان لا يسلم أبدا وتأول من قال ذلك تأول قوله عليه الصلاة والسلام في شيطانه وهو القرين الموكل به أن الله أعانه عليه فأسلم فيروى ذلك برفع الميم يعني فأسلم وبفتحها فأسلم فيروى بالفتح وبالرفع فتأول هذا القائل بالرفع أنه قال عليه الصلاة والسلام أن الله أقدره عليه فأسلم يعني أسلم منه أي ليس له علي سبيل وهكذا تأوله المخالف وتأول الفتح فيه على الإنقياد يعني أسلم فانقاد فقال فمعناه إنقاد مع كونه عدوا فهو بعينه لا يأمرني إلا بخير خيرا من الله وعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم وقال المخالف لهذا الرأي فمعنا فأسلم بالفتح أي آمن بالله تعالى كما يسلم الكافر عندنا فيرجع مؤمنا وهو الأولى والأوجة وأكثر الناس يزعمون أنه أول الجن بمنزلة آدم من الناس وليس كذلك عندنا بل هو واحد من الجن يعني إبليس هو واحد من الجن وليس هو أول الجن فإن الأول فيهم الذي بمنزلة آدم في البشر إنما هو غيره ولذلك قال الله تعالى إلا إبليس كان من الجن أي من هذا الصنف من المخلوقين كما كان قابيل من البشر وكتبه الله تعالى شقيا فهو أول الأشقياء من البشر وإبليس أول الأشقياء من الجن وعذاب الشياطين من الجن في جهنم أكثر ما يكون بالزمهرير لا بالحرور وقد يعذب بالنار وبنوا آدم أكثر عذابهم بالنار نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم منها وأن يدخلنا جنته إنه هو اللطيف الخبير الكريم المتفضل ووقفت يوما على مخبول العقل من الأولياء وعيناه تدمعان وهو يقول للناس لا تقفوا مع قوله تعالى في القرآن الكريم لأملأن جهنم منك يعني لإبليس لا تقفوا مع هذا القول فقط بل انظروا في إشارته سبحانه وتعالى لكم في قوله لإبليس جهنم منك يعني هي من جنسك فإنه مخلوق من النار فيعود لعنه الله إلى أصله وإن عذب به فعذاب الفخار بالنار أشد فتحفظوا فما نظر هذا الولي من ذكر جهنم إلا النار خاصة وغفل عن أن جهنم اسم لحرورها وزمهريرها ولجهامتها سميت جهنم فهي كريهة المنظر والجهام السحاب الذي قد هراق ماءه والغيث رحمة الله فلما أزال الله الغيث من السحاب بإنزاله أطلق عليه اسم الجهام لزوال الرحمة منه فهذا هو أصل معنى اسم جهنم أعاذنا الله وإياكم منها فلما زال الماء الذي هو الغيث لما زال من الغيم سمي جهنام وكذلك الرحمة أزالها الله من جهنم فكانت كريهة المنظر والمخبر نسأل الله العافية لنا وللمؤمنين وسميت أيضا جهنم لبعد قعرها يقال بئر جهنام إذا كانت بعيدة القعر نسأل الله العظيم لنا وللمؤمنين النجاة منها ويكفي هذا القدر من هذا الباب والله الموفق لا رب غيره إذا كانت هذه قراءة في كتاب الفتوحات المكية لسيدي الشيخ الأكبر محيد دين بن العربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكنا نقرأ في الباب التاسع في معرفة وجود الأرواح المارجية والنارية والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر